دعوتين رائعتين إذا جمعت فيهم الذل والخشوع فتح الله لك أبواب القبول والإجابة بسم الله الرحمن الرحيم دعوتين جمال جدا جدا أنا خلتهم جزء من دعائي واحدة منهم دعوة قرآنية ودعوة منهم دعوة الواحد من التابعين الدعوتين يجمعهم شيء واحد التدلل إلى الله والخشوع بين يدي الله عايز أقولك يا جماعة إن أسرع باب يفتح لك أبواب القبول من الله باب التدلل إلى الله هو أصلا الدعاء إيه غير حالة تدلل من عبد فقير إلى الملك مالك الملك سبحانه وتعالى هو الدعاء إيه لو ما حستش فيه بالتدلل إلى الله يبقى إيه معنى الدعاء أنا فقير الدعاء إيه غير تعبير عن احتياجك وفقرك المطلق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله مش فقر فلوس فقر مطلق في كل حاجة والله هو الغني الحميد الدعاء هو تعبير عن الحالة دي لو كمان بتقول كلام يعبر عن المعنى دوا اعرف إن الأبواب إن شاء الله مفتوحة للإجابة بالذات لو حسيت بالكلام اللي أنت بتقوله دعوة قرآنية ودعوة من التابعين أما الدعوة القرآنية فهي دعوة موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بدأت دعوة خيرك مغرقني بس أنا غلبان قوي الله بدأت دعوة أنا مش ناسي نعمك بس أنا غلبان قوي بدأت دعوة أنا مش جاحت بنعمتك لا ربي إني لما أنزلت إلي من خير أنا شايف الخير اللي إنت عملت ليهولي نعمك كتيرة بس أنا لسه غلبان قوي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجمع بين الشكر والتدلل يا سلام تجمع بين الاتنين ويرد دعوتك ولذلك الدعوة ربنا اختارها من ضمن الدعوات القليلة الخالدة في كتابه إلى يوم القيامة يعني ما البشر دعوا بأدعية من أول آدم ليوم القيامة ملايين الدعوات إيش معنى الدعوة دي هي واربعين دعوة تانين تقريبا هم دول اللي في القرآن لأن فيها سر السر هو إيه؟ الجمع بين الشكر والتدلل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير واطلب اللي أنت عايزه ولذلك الآية اللي بعدها فجاءته والفاء في اللغة العربية للسرعة فجاءته إحدهما تمشي على استحياء وكل احتياجاته ربنا وفرها له هو كان بلا مأوى وبلا زوجة وبلا شغل وبلا فلوس خذ الأربعة بالدعوة دي جاءت له البنت راح لأبوها شغاله وجوزه وداله وشغاله بفلوس وكمان بقى عنده مكان يسكن فيه كل حاجة استجيبت بدعوة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير على فكرة ممكن تخليها ورد من أورادك يعني تقعد تقولها وانت حسسها وبتذكر بيها تلاتة وتلاتين مرة أنا بقولك مثلا يعني ربي إني وممكن تقولها مرة واحدة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فأكرمني وعوضني واعطني دي الدعوة الأولى الدعوة الثانية برضو فيها نفس فكرة التذلل اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك الله شوف تركيبة الدعوة جميلة إزاي تأملها كده يا رب اغنيني بالافتقار إليك بالتذلل إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك أعوذ بالله أن أنا استغنى عنك دعوتين جمال قوي على فكرة ممكن تخليهم في دعائك وتستجلب بيهم لقلبك التذلل بين يدي الله وبعد كده تطلب اللي أنت عايزه وتعيش حالة الخشوع والتذلل بين يدي الله احفظ الدعوتين دول ادعي بيهم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب اغننا بالافتقار إليك يا رب ربي إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء اغننا وافتح علينا وارزقنا وبلغنا رمضان وانطراض عننا وبلغنا ليلة القدر هذا العام اللهم اكتبنا من عبادك المحسنين نعبدك كأننا نراك اللهم ننادى يوم القيامة إنه من عبادنا المحسنين اغفر لينا وارضعنا وارزقنا وكرمنا وأعنا على حسن عبادتك والتذلل بين يديك أولو آمين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله